قال ديوان المحاسبة أنه تعامل مع 1472 موضوع عن طريق إبداء الرأي فيما أو فيها خلال الفترة من أول إبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيبة مليار و 750 مليون دينار وأوضحت عضو تفريق إعداد التغرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني في الديوان أن فال البقسمي أن الموضوعات الإرادية مثلث نحو 6% من إجمال قيمة الموضوعات المعروضة وبقيمة 105 مليون دينار لنحو 1420 موضوعا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وأضافت البقسمي أن أعمال الرقابة المسبقة أسفرت عن تحقيق وفرات المباشرة للخزانة العامة للدولة بقيمة تقدر 4 مليون دينار